اشتركوا في القناة يعني من المجالات التي تنشط فيها تنشط كذلك في مجال الكاميرات المراقبة يعني كنا نقوم بتثبيتها فقط في الشركات الكبرى وفقط في الأبناء والمؤسسات العمومية فبالتالي الآن لاحظنا أن الكاميرات المراقبة أصبح الكل يستخدمها يعني تجار أشخاص في المنازل من أجل مراقبة للأبناء على سبيل المثال بل من يضع الكاميرا حتى في غرفة النوم حيث يقول مثلا أنه يمكن للخادمة أن تعنف يعني طفله في غرفة نومه أو في مكان يعني غير مراقب بكاميرات المراقبة فهناك من يعني يقوم بتشتيت الكاميرات المراقبة في جميع أنحاء المنزل وهذه المسألة يعني أعتبرها جد خطيرة لأن الكثير من الإخوة والأخوات لا يعرفون ولا يقدرون خطورة كاميرات المراقبة كما هي توفر لك يعني مراقبة وأمان نوعا ما فهي رأى كذلك خطيرة إذا كنت لا تعرف كيف تتعامل مع كاميرات المراقبة وماذا فعني لنشر حلقة اليوم بالذات لأن الأسبوع الماضي ما استطعت أن أقوم به يعني رأى تقريبا تجسست على أكثر يعني نصف كاميرات المراقبة في المغرب يعني أمر نسألة خطيرة وسأوريكم بالدليل ما سأتحدث عنه ليس كلام فارغ بل هو بالدليل فالهدف منطلق حلقة اليوم سأتحدث عن خطورة كاميرات المراقبة وهنا رجعا إخواني أخواتي يعني انتبئوا معي وركزوا معي وشاركوا هذه المعلومات مع الناس التي تستخدم كاميرات المراقبة فقلت أنني سأتحدث عن خطورة كاميرات المراقبة من نقطتين مهمتين النقطة الأولى يعني الشركات التي تتبت كاميرات المراقبة أو الفرض أو الأشخاص أو التقني الذي يتبت لكم كاميرات المراقبة لأن هؤلاء التقنيا وأتحدث هنا عن تجربة في هذا المجال رأى ليس كلهم يعني أولاد الناس كما نقول أو يعني أشخاص ذو نيات حسنة لأنهم يعني يمكن أن يتسببوا لكم في مشاكل كبيرة جدا جدا لا في حياتكم العملية ولا الشخصية وسأتحدث عن نقطة الاختراق وهنا سأريكم كيف بالسهولة يمكن أن تجسس على العديد من القاميرات في المغرب أقول للمغرب لأننا طبقنا للمسألة في المغرب ولكن معنا في العالم ككل يعني من السهولة أن يتم اختراق هذه الكاميرات وما دفعني أصلا كذلك لنشر هذا الفيديو أن الأسبوع الماضي استطعت أن أشاهد كاميرا لشخص يضع الكاميرا في محله التجاري واستطعت حتى أن أشاهد يعني الباسورد الذي يفتح به السيف بوكس أو الكفخ فوق وتخيلوا معيك ماذا خطورة هذه المسألة فهذا صراحة ما دفعني أن أنشر هذا الفيديو وكما قلت سأريكم أنه بالسهولة أنه يتم اختراق هذه الكاميرات سأطلق معكم من مطلق الأول تقنيين الذين يقومون بتثبيت هذه الكاميرا الإشكال الكبير إخواني أخواتي كونكم أنكم لا تعرفون كيف تعمل كاميرات المراقبة وطريقة تثبيت كاميرات المراقبة في الأساس أنه ذلك الجهاز الذي تثبته في منزلك الـ NNVR أو DVR الذي من خلاله صديقي تستطيع أن تتحكم في هذه الكاميرات يتوفر كذلك مثل ومثل حسوب على باسورد ويتوفر على صلاحيات صلاحيات الأدمين وصلاحيات القيس في كثير من الأحيان التقني الذي يتبت لك الكاميرا يقوم يقوم إما بوضع يعني باسورد خاص به في هذه الكاميرات فبالتالي يمكن أن يرجع إلى هذه الكاميرا في أي مكان يتواجد لأنه يتوفر على الباسورد يستطيع أن يدخل إليه ويتجسس عليك من تبت لك الكاميرا أو كذلك يضعك في وضع القيس يعني حتى إذا كنت شخصي نوعا ما كما نقول بالدرجة قفز أو ذكي نوعا ما تطلب منه الباسورد فيعطيك القيس وليس الأدمين وبالتالي فهو يحدد لك بعض الصلاحيات ويستطيع في كل مرة أن يدخل إلى الكاميرا حتى يعني إمكانية أن تغير هذا الباسورد لا يمكن لأنه هو الأدمين وأنت القيس فما يحصل هنا أصدقائي أن بعض ضعاف النفوس وبعض التقنيين للأسف الشديد ويعرفون هذا جيدا من يعملون في هذا المجال يستطيع أنه انتلاقا من ذلك العنوان الذي يعطيك أو ذلك الـ IP أو ذلك التطبيق الذي يعطيك يستطيع في كل مرة أن يدخل ويشاهد مثلا تبت لك الكاميرا في غرفة النوم مثلا من أجل مراقبة الأطفال يستطيع أن يدخل في أي لحظة لهذا رجاء إخواني أخواتي عندما يقوم تقني بتثبيت هذه الكاميرات وإعدادها أطلب منه باسورد صلاحيات الأدمين أطلب منه باسورد صلاحيات الأدمين ويجب أن يدخل إلى المكان الذي يتم من خلاله تغيير باسورد الأدمين ويترك لك الفرصة أن تأمن تحدد الباسورد الذي تريد أن تدخله دون أن تشاركه إياه هذا من حقك ومن أجل أمانك فإذا الشخص هو من قام بإضافة الباسورد أو تغيير باسورد فره يمكن أن يدخل إلى حسابك في أي وقت ويمكن أن يشاهد منزلك أو محلك التجاري أو أي شيء تراقبه يمكن أن يشاهده في أي وقت وللأسف الشديد أن هناك بعض تقنيين من يتعاملون مع الوصوص فبالتالي كما قلت يعني كما أعطيتكم الفكرة أن الشخص مثلا أنا تاجر شاهدت كيف يدخل باسورد في السيف بوك فهذه المسألة الخطيرة أطلب دائما الأدمين باسورد الأدمين وليس الجست تأكد أن الحساب هو عظمي وليس الجست وغير باسورد بنفسك ولا تشارك التقني النقطة الثانية التي سأتحدث منها وهنا الطماء الكبرى كما تشاهدون يمكن ورائي الآن سنقوم بزوم على الكاميرا هذا عبارة عن سكريبت يعني لا تعتبر أن الموضوع عبارة عن اختراق متقدم هذا سكريبت يعني ججد رهم هذا سكريبت بسيط جدا فما نقومه من خلاله بهذا السكريبت أن هذا السكريبت ماذا يقوم؟ هو يعمل فحص لشبكة لا دياسيل أو شبكة الوان ويعطينا الأشخاص المتصلين يعني الأجهزة المتصلة بشبكة الأنترنت مثلا في شركة اتصال معينة حتى لا نذكر شبكة الاسم ويعطينا الأي بي هات يعني التي تعمل يعني مثلا الأشخاص المتصلين من بين الأجهزة التي تكون متصلة بالأنترنت هو جهاز الـ صدقوني أن يمكن أن أفتح لكم عشرات عشرات الكاميرات في ضرف نسسع عشرات عشرات الكاميرات لأنه مثلا هذا السكريبت يمكن أن يفحص الـ 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 مثلا يجد أن الكاميرا متصلة فيقوم بإدخال ديفولت باسورد يعني ديفولت باسورد هو الباسورد الافتراضي هذا أتحدث لكم بشكل أوتوماتيكي يعني دون أن نتحدث كذلك عن طرق متعقدمة مثلا مثل SQL injection وبعض التغارات في الكاميرات وكذلك بشكل يداوي يعني نحن نتحدث فقط عن طريقة بسيطة كما تشاهدون معي يعني السكريبت يقوم بوضع باسوردات افتراضية لماذا؟ لأن ما لاحظت وهذه الطعمة الكبرى أن الكثير من الناس من يثبتون هذه الكاميرات لا يغيرون باسورد الافتراضي الكاميرا تأتي باسورد الافتراضي لكي تستطيع الدخول إلى إعدادها لأول مرة أكترية الناس لتغير هذا الباسورد الافتراضي فما أقوم به أنا كشخص خبيد ذو نواية سيئة فما أقوم به أنا شخص كذو نواية سيئة ماذا أقوم به أنا أقوم بالدخول إلى IP كما تشاهدون الآن لاحظوا معي أن كاميرا تفتح أمامي سأدخل ديفولت باسورد وسأدخل إلى الكاميرا وسأستطيع مشاهدتك عن بعد وهذه يعني طعمة كبرى إخواني لهذا رجاء قوموا بتغيير الباسورد ضروري يا صديقي ده لم يصبح لك أن غيرت الباسورد الخاص بكاميرا المراقبة قم بتغييره الآن وإذا شخص قام بتتبيت كاميرا المراقبة يعني في منزلك استدعي هذا التقني في حالة إذا كنت لا تعرف طريقة تغيير ويجب أن يغير هذا الباسورد ويجب أن يعطيك الـ Admin Password وليس الجس باسورد لكي تحافظ على خصوصيتك كاميرات المراقبة إخواني كاميرات خطيرة جدا يمكن لأشخاص يعني إذا كنت تتبتها في المنزل أن يشاهد أوضاعك الحميمية وأن يدخل إلى حياتك الخاصة كنت تتبتها في متجر رأي يمكن أن يكون هذا الشخص يتعامل مع لصوص وبالتالي قد يعني تتفاجأ بأنه يتم سارقتك أو شيء من هذا القبيل فلهذا رجعني إخواني أخواتي قموا بمشاركة هذه الحلقة مع أصدقائكم قموا بتنوير جيرانكم بهذا الموضوع حتى لا تكون ضحية كاميرات المراقبة نتمنى إن شاء الله أنه أعجبكم هذا الفيديو لا تبخلوا عنا بسبسكراب إذا كنت هذه أول مرة تتابع فيها حلقاتي أدخم قناة تقنية عربية في الوطن العربي ادعمونا باللايك فلايكاتكم هي التي تشجعنا على المزيد والمزيد من المواضيع وبطبع الحال إذا كنت مهتم بمتابعتي على صفحاتي للجمعية سجدت جميع الروابط مرفقا في هذا الفيديو سواء انستغرام فيسبوك وكذلك موقع المحترف الذي من خلاله أشارككم العديد من الأخبار التقنية وكذلك المقالات في شتى المواضيع لألقاكم في فيديو قادم بيد الله دمتم في عمل الله وإلى اللقاء